يا أهلا والله أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة يا رب تستمتعوا قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصليوا عن نبي عليه الصلاة والسلام يلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ تقول صاحبة القصة أنا بنت عمري 22 سنة أبوي شخص جدا متشدد علي ومعقد ولا تحسبون مطوع والله العظيم لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف ربي أمي كانت منفصلة عنه بس يوم مات جدي اللي هو أبوها أمي إن جبرت ترجع لأبوي ما حد من خوالي وقف معاها كانوا يبون يبيعون البيت عشان الوح المهم لأول مرة أعيش مع أبوي ما كنت أعرفه أشوفه بس بالأعيات كان عمري عشر سنين وقتها وأول شي صار ترقبت وانمنعت تقريبا من كل شي عمي بنات كلهم عندهم جوالات وأنا ما كان عندي قام شرالي زي بناته كنت وقتها أول متوسط وأبوي إنجن بس ما فشل عمي كان يفتش جوالي بشكل يومي ويشكك فيني وأنا صفلة والله ما أفهم شي كنت أبكي كل يوم لو أقول لكم لدرجة كان يمنع أني ألبس أندروير بشكل كلوت والله العظيم ما أكذب كنت ألبسه بس أيام الدورة ولازم ألبس فوق الشورت وبنطلان طويل عشان ما يباني وأنا بثاني متوسط صديقتي كتبت حرفها على يدي وكتبت حرفي على يدها وقتها كان عندي موعد مستشفى جاء أبوي وداي وأنا على الكرسي أبوي انتبه للحرب وقام تلني من عبايتي قدام الدكتور وسحبني للسيارة وضربني ضرب ورفسني لدرجة طرحة تشققت بعدين ساق ووصلني نص الخط ورمى فوق شماغ وخلاني أمشي للبيت وأنا أبكي وأطرش وحالتي حالة ووصلت البيت مقفل باب البيت وفاتح بس الحوش وأدق ما فتح ولا خلاهم يفتحون لي قعدت بالحوش أكثر من ساعتين بعدين فك الباب وكان ما أخذ جوالي ومفتش يقول من هذا أن وكسر جوالي بعد كم سنة أمي جمعت وخذت لغيره وهو رضخ لأن وضع الدنيا صال لازم جوال كنت أنا وأنا مدخل أظافري بيدي أخافي شوفهم طايلين نص سنتي ويضربني كنت من الخوف أشدها بقوة أقوم يدي مجروحة والله العظيم إني ما أكذب تحسون وش هالحيا صح أشياء كثير كثير أكثر شي كنت أكرهه مشوار الجامعة خط طويل وسكوت وهو يدخن ولا يلعب بالسبحة وأنا متوترة أخاف فجأة يضربني أو يسوي شي ما كنت أقعد معاه أبدا إلا بهذا المشوار كل شوي أضبط عبايتي أخاف يمفتح الزر كل شوي أغطي يدي أخاف يبان مني شي أحط جوالي وضع طيران قبل أركب مع إنه والله ما في شي بس عشان ما يقعد يقول لي مين يرسلك ويحقك وينكد يومي وكنت كل يوم تتلاشى روحي أنكسر وأنكسر وأنكسر إلى أن جاء اليوم اللي كنت رايحة أطلع بدل فاقد لشريحتي لأن أبوي قرر يكسرها طناخة بس ويومها بدت كورونا ولازم توكلنا كنت لابسة خاتمة هدتني يا جدتي لتخرجي من الثانوي وكنت ألبسه كل يوم ما أشيله من يدي رحت وطلب الموظف أبصم أبصمت وأبوي وجهه تغير ركبت السيارة وهو بدأ يلعب بالسبحة ويحك دقنه ذي الحركة تسبب لي رهاب أدري وراها شي رجعت البيت ودخلت ورحت شيرت عبايتي دخل وراي الغرفة ومعا عصى وضربني والله أني كنت ترجى ويقول لي متبرج للرجال ها ويقضف ويقول لي والله لو سن في يدي ما شلته ويرفسني وأنا من ستحى عند رجولي والله ما أنسى ذاك اليوم من يوما أنا تغيرت انكسرت أكبر كسرة ودخلت طريق الحرام كنت أقول إذا هو شايفني كده صايع وضايع زي ما يقول وأن ضرب بدون ذنب خلاص أبصير صايع زي ما هو متوقع مني الصديق أنا ما أبرر لنفسي ترى أدري غلط بس وقتها كنت أحس ما عندي خيار ثاني نزلت برنامج مواعدات وصير تكلم عشرين واحد وما أحس بسعادة ولا شي كأني ميتة بس عنات بعدها صرت أطلع مع شباب صرت أشيل لقابي وطرحتي وأتمشى بكل مكان صرت أشيش وبتقولون كيف هذا وهو متشدد كنت أطلع كأني مداومة أيام الأف وأروح مكان ما أبي أقسم بالله العظيم ما أحس بذنب ولولي واحد بالمية ولا بأي شي كان ما عندي شعور ما أحس بشي وبعد فترة طلعت مع شخص أعجبت فيه هو الوحيد اللي سمحت لي يمسك يدي وأتذكر لحظتها بالذات لما مسكها وباسها ما أتذكرت إلا وجه أبوي والله العظيم تذكرت وجهه يوم لفيت عليه وأنا أبصم وعيونه تطلع شرار وقتها ابتسمت مو لأني مبسوطة إني مع واحد مع جبني أو اللحظة العاطفية اللي باس يدي فيها لا لأني أدري إنها بتكتل أبوي إذا خاتم بإصبعي خلاي ينجن كيف يدي بيد رجال غريب تمنيت وقتها إني يشوفني يشوف تربية وين ودتني وانبسطت وللحين مستمرة على هذه الحياة صرت أتمنى من كل قلبي إني يدري وأنتقم منه لا حول ولا قوة إلا بالله ما أدري إش أقول لك بس إنت يترك أبوك وتصرفاته للهامجية على جنب وفكري بربك تخيل جاتك سكرات الموت وإنت بهالوضع مع شاب أوصلكم حادث وإنتي طالع معاه لقدر الله وقتها وإش بتفيدك الدنيا وإش بيفيدك انتقامك إش بتقولين لربي كنت تتقم من أبوي عشان تشدد عليه هل تتوقعين ربي بيسامحك ويدخلك الجنة انت بالغة عاقلة راشدة عندك عقل أوكي عرفنا إنك كبرت في بيئة سيئة بيئة أقرب شي نقول عنه جحيم بس هذا مو مبرر إنك تطلع مع شباب وتضيع حياتك وتعصي ربك ارجع لربك وفكري وقولي فين الغلط اللي سويته وادعي ربك ادعي إنه الله يهدي أبوك ترى أبوك رح يتحاسب على كل اللي بيسويه فيك في رب رح يحاسبه مو إنت اللي تنتقم لنفسك وتنتقم من أبوك بهذه الطريقة اكتبو لها في الكومنتات وبس والله انتهت قصتنا لليوم أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة إذا عندكم قصص وتابوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أضع لكم الرابط وصندوق الوصف اشتركوا في القناة